أكد الرئيس السيسي أهمية الانطلاق بألية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص إلى أفاق أرحب في إطار الانفتاح والحرص المتبادل على تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره كما ثمن الرئيس السيسي خلال مشاركاته بقمة ألية التعاون الثلاثي بالعاصمة اليونانية أثناء التقدمة المحرزة في إطار ألية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة تناولت أوجه التعاون بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثية حيث تم التأكيد على نجاحها في تكريس التشاور الدوري والتنصيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية مضيفا أن القمة تطرقت إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف حيث أكد الزعماء الثلاث أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنصيق فيما بينهم في هذا الصدد كما تم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة الشرق المتوسط بالإضافة إلى استعراض التطورات المتعلقة بسد النهضة حيث شدد الرئيس السيسي على ما تؤتله مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي وحقوق مصر في مياه نهر النيلة باعتبارها قضية مصرية